اهلا بكم زوار في الجولد تكون في لايف النهاردة النهاردة حصل حدث يمكن ما كانش متوقع لما كنا نتكلم عليه من حوالي شهرين ثلاثة لكن احنا استنناه في خلال الاسابيع اللي فاتت وهو طبعا زيارة المستشار توركي آلي الشيخ لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ليه كان متوقع لان المستشار توركي آلي الشيخ في خلال الاسابيع اللي فاتت او في خلال الايام الماضية اعلن بشكل يعني شبه رسمي انه هو عايز يعيد العلاقات مع النادي الاهلي وانه هو لسه عايز يكون داعم ومحب للكيانه وفي نفس الوقت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل في منزله وافد من المستشار توركي آلي الشيخ للاطمئنان على صحته فبالتالي اغلبنا ممكن كلنا توقعنا زيارة قريبة جدا من المستشار توركي آلي الشيخ للكابتن محمود الخطيب وهي فعلا تمت النهاردة وبرضو اغلبنا ويمكن كلنا لما المستشار توركي آلي الشيخ كتب وقال انه هو جاي مصر وانه هو بيحضل لمفاجأة الكل توقع انه ممكن تكون المفاجأة دي زيارة للكابتن محمود الخطيب وده فعلا اللي حصل من شوية طيب الوضع دلوقتي العلاقة ما بين النادي الاهلي والمستشار توركي آلي الشيخ هتكون عاملة ازاي الحقيقة احنا لازم نتكلم في حتتين وهي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرسمي على المستوى الشخصي فهي لفتة طيبة من المستشار توركي آلي الشيخ بزيارة الكابتن محمود الخطيب في بيته النهاردة والاطمئنان على صحته لان كلنا عارفين الظروف الصحية اللي بيمر بيها الكابتن محمود الخطيب وبعد زيارة الوفد اللي كان ارساله توركي آلي الشيخ من فترة لزيارة الكابتن محمود الخطيب الاغلب توقع ان هيتبعها زيارة من المستشار توركي آلي الشيخ وده فعلا اللي حصل على المستوى الرسمي فاعتقد ان زيارة المستشار توركي آلي الشيخ للكابتن محمود الخطيب وهو لابس تيشرت الاهلي هي بتحمل دلائل كتيرة حتى كمان الصور نفسها اللي نزلت على صفحة المستشار توركي آلي الشيخ برضو بتحمل دلال كتير ازاي ان ممكن يكون نوع من انواع انهاء الخلافات اللي كانت موجودة ما بين المستشار توركي آلي الشيخ والنادي الاهلي في خلال الفترة الماضية دايما كان فيه نوع من انواع الهجوم من المستشار توركي آلي الشيخ ناحية النادي الاهلي او ناحية مجلس ادارة النادي الاهلي وما كانش فيه رد من مجلس ادارة النادي الاهلي النهاردة المستشار تركي آلي الشيخ بيزور رأس المنظومة الأهلوية رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وهو بيرتدي قميص النادي الأهلي فأعتقد أن لها دلالة على إنهاء الخلافات ما بين الطرفين أو على الأقل رغبة المستشار تركي آلي الشيخ من ناحيته الشخصية في إنهاء الخلافات وطبعا تاني حاجة بتؤكدها الزيارة دي وبيؤكدها المستشار تركي آلي الشيخ من خلال ارتداء القميص ومن خلال حرصه على نشر الصور عنده على فيسبوك وهو بيصافح الكابتن محمود الخطيب إنه هو عايز يرجع زي ما أعلن قبل كده داعم لكيان النادي الأهلي وداعم للفريق اللي هو بيشجعه دي الحاجات اللي ممكن نشوفها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الرسمي طيب دلوقتي المستشار تركي آلي الشيخ رمى الكورة في ملعب النادي الأهلي النادي الأهلي من المفترض إنه هو بقى يرد على مبادرة المستشار تركي آلي الشيخ طيب كان إيه رد النادي الأهلي لحد دلوقتي لحد دلوقتي النادي الأهلي أصدر بيان مفهوش نوع من أنواع الرسمية الحقيقة هو بيتحدث عن إن الكابتن محمود الخطيب استضاف المستشار تركي آلي الشيخ في منزله وزود عليها كلمة في البيان في زيارة خاصة في زيارة خاصة دي يبقى لا تحمل طابع الرسمية خصوصا إن البيان فعلا لم يتطرك لأي حاجة تمت في الجلسة دي سواء كان حصل حديث ما بين المستشار تركي آلي الشيخ والكابتن محمود الخطيب بخصوص الأزمات اللي فاتت قبل كده أو بخصوص الاتهامات اللي كان بيوجهها المستشار تركي آلي الشيخ أو حتى حديث بشأن مستقبل العلاقة بيان النادي الأهلي ما ذكرش أي نوع من أنواع التفاصيل دي بيان النادي الأهلي اكتفى بأن الكابتن محمود الخطيب يرحب ويقدر زيارة المستشار تركي آلي الشيخ الخاصة فهنا ما فيش موقف رسمي معلن من النادي الأهلي طيب في نفس الوقت هو بيان النادي الأهلي ووصف المستشار تركي آلي الشيخ برئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مش الرئيس الشرفي للنادي الأهلي الوصف ده يحمل معاني كتير الوصف ده بيقول ان لسه برضو موقف مجلس ادارة النادي الاهلي كاملا لم يتضح من المستشار تركي قال الشيخ قد يكون الكابتن محمود الخطيب استقبل المستشار تركي قال الشيخ لكن كل دي في النهاية كانت زيارة شخصية او زيارة خاصة لكن ما بتبينش شكل العلاقة في المستقبل ما بين النادي الاهلي والمستشار تركي قال الشيخ هتكون عاملة ازاي هل هيكون في نوع من أنواع الدعم زي ما كان في بداية علاقة المستشار تركي آلي الشيخ بالنادي الأهلي ولا الموضوع هيكتفي على أن علاقة رسمية أو علاقة ودية ما بين الطرفين وصفحة وتقفلت بالنسبة للطرفين وكل طرف يمضي في طريقه لسه الحدي دلوقتي الأمور مش واضحة طيب دلوقتي قدام النادي الأهلي أو اللي احنا مستنيينه من النادي الأهلي طريقين وإن الأهر يختار واحد منهم أنه يمشي فيه الطريق الأول بيقول أن النادي الأهلي حيرجع يرحب بالمستشار تركي آلي الشيخ كدعم للنادي دعم للنادي دا زي mà كان قبل الموسم الماضي الموسم الماضي طبعاً اللي شهد بداية الخلاف وتأسيس نادي بيرامدز وكلنا عاشنا اللي حصل الموسم اللي فات واللي كان فيه شد وجذب ما بين الطرفين هل العلاقة هترجع زي ما كان قبل تأسيس بيرامدز وزي ما كان قبل الموسم الماضي بحيث انه هيكون المستشار تركي قال الشيخ داعم للنادي في صفقاته او داعم للنادي في تجديد لنجومه او حتى داعم في ملف استاد النادي الاهلي اللي توقف الحديث عنه من وقت ما حصلت الازمة مع المستشار تركي قال الشيخ وكان بشكل كبير سبب من اسباب منحه الرئاسة الشرفية للنادي هو مساهمته في تأسيس استاد النادي الاهلي ولا العلاقة هتكون رسمية ودية ان المستشار تركي قال الشيخ خلاص ما بقاش مسؤول رياضي هو فعليا دلوقتي المسمى الرياضي الوحيد ليه هو مالك نادي ألميريا بعد ما رحل عن هيئة الرياضة في السعودية وبعد ما رحل عن رئاسة الاتحاد العربي لقرة القدم وحتى بعد ما رحل عن ملكية نادي بيرامدز فالمسمى الرياضي الوحيد للمستشار توركي قال الشيخ هو مالك نادي ألميريا في دور الدرجة التانية الأسباني فهل العلاقة هتكون بالشكل ده ان العلاقة ما بين مالك نادي أسباني ومجلس إدارة لنادي مصري فتبقى العلاقة ودية رسمية لكن ما فيش نوع من أنواع الدعم زي ما كان بيحصل قبل كده ما فيش نوع من أنواع الزيارات اللي كان بيحصل قبل كده الموضوع هيبقى في النهاية علاقات شخصية ما بين المستشار توركي قال الشيخ وكابتن محمود الخطيب او ايا ما كان من مجلس إدارة الأهلي ده لسه مش واضح لحد دلوقتي لكن الحقيقة أن بزيارة المستشار توركي قال الشيخ النهاردة للكابتن محمود الخطيب قطع شوت كبير جدا في إنهاء حالة من الجدل كانت موجودة بعد رحيله عن النادي الأهلي لأن الفترة دي شهدت أنه هو كان داعم لنادي الزمالك في بعض الصفقات وداعم لنادي الزمالك شفنا في راتب كريسيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك في نفس الوقت كان بياخد صفقات من نادي الزمالك لنادي بيرامدز شفنا انتقال نجوم من نادي الزمالك لنادي بيرامدز مباشرة زي أحمد الشناوي وزي علي جبر فهل هيكون دا نهاية خلاص لدعم المستشار توركي آل الشيخ لنادي الزمالك بالتأكيد هو نهاية دعم المستشار توركي آل الشيخ لنادي الزمالك هل هتكون عودة دعم المستشار توركي آل الشيخ للنادي الأهلي هو دا اللي لسه مش واضح لحد دلوقتي عشان كده أنا هستنى تعليقاتكم هستنى أشوف إي رأيكم أي طريق من المفترض أو أنت مستنين أن النادي الأهلي هيمشي فيه أو حتى تتوقع أن النادي الأهلي هيمشي فيه شكرا